موسيقى نرحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من مدار الاقتصاد لماذا لم تنفع كل القرارات والإجراءات الحكومية المنتهجة في وضع حد للنزيف المتسارع للإحتياطية الصرف منذ 2014 ليستقر في حدود 33.8 مليار دولار سنة 2021 حسب تقديرات الحكومة وهل الجزائر على أعتاب إفلاس والشيك في غضون العامين المقبلين أسئلة كثيرة تطرح حول هذا الموضوع لكن قبل ذلك نتابع تقرير لزميل سلف دعماج ثم نوصل النقاش مع طيوف أزيد من 100 مليار دولار تم استنزافها من احتياطي الصرف منذ سنة 2014 احتياط عرف تأكل رهيبا نتيجة تراجع سعر النفط وارتفاع فاتورة الوردات وهو ما تترجم هذه الأرقام التي تظهر جليا التراجع الرهيب لهذا الاحتياطية فسنة 2013 سجل احتياطي الصرف 194 مليار دولار ليسجل سنة 2014 179 مليار دولار 143 مليار دولار تم تشجيلها سنة 2015 114.1 مليار دولار سنة 2016 97.33 مليار دولار سنة 2017 82.12 مليار دولار سنة 2018 من الممكن جدا أن يصل إلى مستوى 33 مليار دولار سنة 2021 إذا استمرت الحكومة في نفس سياسة سير الاقتصاد الوطني نحن ندرك جيدا بأن هناك أخطاء لا زالت ترتكب لحد هذه اللحظة اليوم يعني نحذر الحكومة بنفس الطريقة التي كنا نحذر بها لأنه في حالة ما إذا نفذ كليا احتياطات الصرف المقومة بالدولار والأورو وعملات أجنبية أخرى يعني ستكون الكارثة الاقتصادية والأزمة المالية القانقة عجز ميزان المدفوعات بلغ 10.42 مليار دولار سنة 2018 قابله تأكل لاحتياطي الصرف فالتوجه لعقلانة الواردات يعد الحل الأمثل للتحكم في هذه الوضعية حسب المتتبعين استراد غير عقلاني ما يؤدي إلى استمرار العدز على مستوى الميزان المدفوعات وبالتالي الاستمرار في استنزاف احتياطات الصرف لتغطية هذا العدز وبالتالي على الحكومة أن تسرع مسألة الإصلاحات النقدية والمالية والاقتصادية ويتوقع قانون المالية لسنة 2019 انخفاض احتياطي الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 ثم إلى 47.8 مليار دولار سنة 2020 إلى أن يصل إلى 33.8 مليار دولار سنة 2021 وضعية يحضر الخبراء من تداعيتها الوقيمة على الاقتصاد الوطني خاصة ما تعلق بإمكانية التوجه إلى المديونية الخارجية للحديث أكثر حول هذا الملف يحضر معنا مباشرة السيد عبد الرحمن بن خالفة وزير مالية سابق أهلا بك سيدي مرحبا رمضان مبارك شكرا ليك ويحضر أيضا معنا السيد نبيل جمعة الخبير الاقتصادي أهلا بك سيدي شكرا على الشتاد شكرا ليك إذن بداية السيد من خالفة كما شاهدنا في التقارير الحكومة منذ بداية الذائقة المالية التي تمر بها الجزائر اتخذت مجموعة من التدابير الاقتصادية لكن على أرض الواقع يعني لم تنجح ربما في وضع حد لتأكل احتياطي الصرف شكرا مرتنا لدول كريم احتياطي الصرف تأكل منذ خمس سنوات منذ 2015-2014 تقريبا بدأت الموازين تاع المداخيل أقل من المخروجات كل سنة تقريبا عندنا 35 إلى 38 مليار لتدخل وعدنا أكثر من خمسة وخمسين لتخرج هذا من جراء نهيار أسعار البترول منذ 2015 بدأت إجراءات لأولا زيادة عن طريق الصادرات وعن طريق الرساميل الداخلة باستثمارات لزيديوه حتى أن المداخيل تخرج تساوي أو تعادل أو تقرب من المخروجات وفي النسلوق تم الضغط شوية على المخروجات لأن المخروجات كانت في حدود 60 حتى 70 مليار 60 في السلع و10 في الخدمات نقص نوعا ما لكن حتى اليوم ما زالت تدفقات المداخيلات بالعملة الصعبة الجزائر تابعة للبترول والبترول الآن رأوه في حدود 60 حمسة وستين وسبعين والمشاكل التي نعيشها في هذه الأيام بين الولايات المتحدة والإيران وبعضها نتنبأ أنه لا ينزل على 65 لأن المشاكل هذه ستزيد ستقلل من العرض وستزيد من طلب إلا أن الإجراءات التي تخيض حتى اليوم منذ 2014 لم نستمر فيها دائمو متها كانت ميش بدأنا بفتح مجال للاحتواء المالي للاحتواء الضريبي لا تنسى أن تبلي القرض السندي الامتثال الضريبي كل هذه الأدوات لم ننصل فيها لم نستمر فيها وبتلئ سنة 2018 و2019 من جديد عدنا الكرة إلى ميزانية كبيرة غير محدودة لا يتحملها فنحن الآن ما زال عندنا سنة سنة ونزف لتغطية 33 مليار هل سنصل لها؟ ممكن أن نصل شوية أكثر الإفلاس سنافي إفلاس الإفلاس عندما تكون صفر أو تكون أقل لكن إذا كان بعد هذه بعد الحراك بعد هذه المرحلة التي نعيشها إذا كان قفزنا قفزة جيدة من جديد سنستعيد إذا استمر بينا نبقى دائما مع الإجراءات التي تخذتها الحكومة منذ أربع سنوات سيد نبيل جمعة شفنا أن هناك قرارات تهتم بالفلاحة بالسياحة شفنا لكن بالمقابل نشوف أنه فتورة تصدير خارج المحروقات لا تتجاوز ملياري دولار نشوف أنه فتورة استيراد ما زال متفعة يعني ربما تفوت أربعين مليار دولار هذه السنة نشوف يعني الاقتصاد الوطني ما يزال يسير يتم اتخاذ قرارات ارتجالية لا تستشرف الوضع الاقتصادي يعني الحقيقي بالنسبة اليوم إحنا أمام تحدي استراتيجي هناك عوائق كبيرة في الاقتصاد الجزائري الحلول تحى كانوا الخبارات تكلموا عليها قلقتماش نحل لازم هذه العوائق لازم نديروا بيئة لازم نحسنوا البيئة تعالي الاستثمار والبيئة تعالي الاقتصاد لأن البيئة هذه ليست بيئة باش يقددنا كما يقول لك احتياط الصرف نشوف لمد من 2014 لليوم كل سنة نصرف نصرف ما يعادل 20 مليار عجز من من احتياط الصرف لماذا؟ منذ خمسة اليوم كان 194 اليوم ارى وصبح قال لك الوازير الوازير الاسبق الوازير الاول 79 مليار في جونفي اليوم اناش عارفين ما كشف فيه في تقارير عند بنك المركزي ولا وزارة المالية لحد الان ما نشوف شفافية هي القانون كان الوزير الاول كان اشار بعد خروج محافظ بنك المركزي كان من قانونيا بعد خروجه من المنصب محافظ كان يدير تقرير يعطينا الصرف ما نشوف ما ديرش تقرير اليوم الحراك يطلب اليوم الحراك يطلب في الشارع يطلب تقارير شفافة على الميزانية على العملة الصعبة لانه ما يخفاش عليك العصابة هذه اللي تكلموا عليها كل الناس والشعب ويطلبوا في الحراك قال لك لازم تعطونا شفافية اين تذهب هذه الاموال انت يا كل سنة عندك العجز تعالى الشركات العمومية 25 مليار عندك العجز من الصندوق من احتياط الصرف 20 مليار هذا كتير على الاقتصال الجزائري ما يخفاش عليك ما عندنا 78 مليار دولار احنا نستوده 46 مليار وما نقصناش الاستيراد اللي قال نقصنا الاستيراد في الجزائر ما نقصناش لماذا خفضنا الدينار ب44 وربعين فاصل وربعين بالنسبة للدولار حسب دراسة متوقعة خفضنا الدينار هادوك 45 بالمئة لو كانت ضربهم في 46 مليار تسيبه 80 مليار استيراد هم لعبوه بتحويل العملة لهذا اليوم لازم العوائق اللي تقلمنا عليهم يعني ربما نتحثوا في هذا الاطار حتى المنافسة شفنا انه ربما حتى توقعات الحكومة وتقديراتها اذا قررناها بالارقام الموجودة يعني على ارض الواقع يعني مغايرة تماما هننسألوا اين المؤسسات الاستشرافية وهيئات يعني التخطيط يعني حتى يعني ننظروا الى المستقبل بنظرة استشرافية والحلول حتى اليوم اللي كانت حلول اقتصادية كانت حلول ظرفية نشوف التجارة الخارجية كل سنة نغيره مرة ليسانس مرة قائمة سوداء مرة الآن نخفض من سكادي أسكادي الحلول اللي ماهيش عندها ديمومة للحلول اللي ما عندهاش نظرة متوسطة المدى ليست حلول اقتصادية هي حلول ظرفية زيادة عن ذلك فإنها من ناحية الإحصائيات لنا الإحصائيات لأنه التجارة الخارجية ما حسبهاش بالدينار سباب دولار فخفضنا الدينار ولا خفضنا الدولار دولار وبالتالي كانت فيها يعني رجوع بالنسبة لستين مليار الى خمسة وربعين لكن المشكلة هو في كفاءتنا للتصدير كفاءتنا لجاذبية أموال جديدة كفاءتنا لتوسيع السوق لإستمار الداخلية كفاءتنا الحلول اللي مست هذه كانت حلول ضرفية وفي كثير من أحيانا كانت حلول فيها طابع سياسي واجتماعي كثير من طابع اقتصادي في هذا نحن الآن في مفترق طرق أن المدخرات سواء المدخرات بالدينار أو المدخرات بالدولار تنزل تنزل لأنها ما تغذاش هي ومستوى الاستهلاك تعني بقي نفسه الحكومة الآن في تصريف الأعمال لا يمكن حلول جذرية وحلول أخرى إذا كان ما خرجناش إلى مرحلة شرعية فنحن في تاريخنا في أصعب في أصعب في أصعب الأطور لأننا في نعم نعود إلى نقطة يعني مراكز الاستشراف يعني والتخطيط حتى ربما لا تكون هذه القرارات ارتجالية وعشوائية صح صح أول ما يشي ارتجالية ثانيا ما يشي ضرفية إذا قلت النظرة الاقتصادية تعني كانت نظرة كلها سنويا خارجين لا نقدر يعني نقول إنها ربما قرارة ارتجالية إذا تحدثنا على يعني مصانع تركيب السيارات اليوم هناك خبراء يريدون يعني إعادة النظر في مشاريع تركيب السيارات ربما أن الحكومة اخذت هذا الإجراء لتقليص فاتورة استيراد السيارات والآن هناك أيضا يعني إجراء استيراد السيارات المستعملة نشوفه هناك تضارب يعني في القرارات فلاذا نقول تقدر طبع ضرفي لأن الحوكمة الاختصاد كلها طغا عليها القطاء الجانب السياسي السياسوي والجانب الاجتماعي نحن الآن ما زلنا ما ردناش في مرحلة بلدان أخرى لا قدر الله ما ردناش في مرحلة في بلدان اللي عندما بدأت فيها التغييرات والمرحلة الانتقالية كانت على الأرض ما زال عندنا كوسانت سيكوريتي 70-75 مليار ما زال عندنا المديونية تعنا ماهيش لكن الاختيارات اللي مشأت لا يمكنه أن نمشي بها والأخطار اللي جاية هي خطرة تعدومي الفان والخطرة تعدومي الفان تيان لأنه مستوانا تعد الاستهلاك ومتعد الإنفاق مازال كبير والمدخيل مازال صغيرة فالسياسات الحكومية حتى الآن كانت سياسات ضرفية باش الاستشراف حتى وظيفة الاستشراف قلت تماما كانت وظيفة الاستشراف وظيفة التخطيط ليس موجودة فنظرة الاقتصاد كانت خاطئة غير صعبة في مدى أولا في الحلول وثانيا في مدى هذه الحلول نحن الآن لسنا في إفلاس مرة ثانية لا أقل الإفلاس يعني كلام كبير ولكن نحن في أصعب سنتحدث عن الإفلاس يعني إذا في حدود ربما 2021 يعني نتحدث أيضا قراءة اقتصادية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى حكومة تصريف الأعمال مؤخرا هناك يعني إجراء قرار تمديد أجل تسديد قيمة الوريدات تقليص دعم مادتي الحبوب والحليب هذه الإجراءات يعني تشوف إنها ربما كفيلة يعني لوقف تأكل احتياطية الصرف الجزائري هي إجراءات تشوف بالنسبة المواد غدائية القمح والسكر رمي مثله خمس ملاير خمسين بالمئة من فطورة الاستيراد هذا ورعنا أن هذه المواد رمي يروحوا على الحدود رمي يروحوا يغديوا بلدان واحدة أخرين لهذا احنا كما يقول لك الاستشراف واليوم كما يقول لك التاقشف ما كانت تاقشف تكلموا في 2014 عن التاقشف وعلى كما يقول لك ترشيد الإرادات ما كان حتى ترشيد لتصرف اليوم صابونا المشكلة على العصابة راحت العصابة لازم هذه السنة نشوفوا لأن العصابة هي اللي كانت الدير الواردات كان وزير تاعتجارة قال لك باللي قال لك خرجوا من الميناء بدون وثائق يخرجوا السلع والخدمات ويخلصوا يضغطوا على كما قال الجانب السياسي تغى على الجانب الاقتصادي اليوم العوائق يعني شوفوا ربما الاقتصاد الوطني يعني أستاذ جمعة في هذا الإطار شوفوا أنه ربما الاقتصاد الوطني يسير بأياد سياسيين خاصة نشوفوا أنه ربما السلطة التقديرية لسياسي تختلف عن الاقتصادي لأنه يبحث عن حلول نياعك ربما الاقتصادي يبحث عن حلول متوسطة ومالف المهدام حتى أني ماشي سياسيين كان عصابة تكلم مع اليوم قائد الأركان قال لك عصابة هذه عصابة لك أن تمشي الاقتصاد ولا اقتصاديين ولا إداريين ولا سياسيين عصابة تسير الاقتصاد أنتكي تأتي دراهمك العصابة واشا تستمي مردود تعمل الأموال تعمل تستطمر ما عندك وانا شفنا البنك المركز يدار تقرير في 2015 قال لك مد 75 ألف مليار دينار ما يعادل 60 مليار دولار للاستثمار وراها الاستثمار هذا لو كان استثمرنا حقا 75 ألف مليار دولار 75 ألف مليار دينار ما يعادل 60 مليار دولار لو كان اليوم نحوسوا ليد العاملة ما نخلوش باب عاطل وراهم الاستثمارات القروض المتعطرة في البنك وراها وراها لها ما داروا الناش اليوم اليوم الحراك رو يطلب لك رب هذا حتى تسأل يطرحوا حتى المواطنين اليوم يطلب لك أطينا قائمة القروض المتعطرة منذ 2015 منذ 2010 لمدتهم الدولة الجزائرية باش نسترجعوهم باش نستطمروهم باش نحو البطالة اي البطالة 30 بالمئة هاد شاباب واش تقولي له ليخرج لكل الشارع يقولك وراهم الأموال تاعي يعني في هذا الإطار نعم نجاعة الاقتصاد هي اللي مست بالنجاعة الاقتصاد أكثر مما هي سرقات كبيرة يعني في هذا الإطار السيدة جمعات تحدث على أين تذهب الأموال إذا تحدثنا على سعر النفط نشوفوا أنه المؤشرات سعر النفط حسنت مؤخرا لكن هذا لم ينعكس على الوضع المالي الاقتصادي للبلاد ربما المواطن البسيط يتساعد أين هي العائدات المليا ويشوفوا العج تاع الجزائر زاد هذا هو المشكل حتى بالنسبة لشهر أي تذهب هذه العائدات المليا نعم العائدات المليا اليوم 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 لازم رقابة رقابة دقيقة على الأموال تاع العمر الصحيح نعم كاش رقابة اليوم أنت يا بونك المركزي عنده بونك المركزي عنده عنده مراقبين اتنين بقانون نقد والقرض عنده مراقبين اتنين عمرنا ما شفنا تقرير من عنده هذا المراقبين وقاعد الأركان قال كاين كاين سارقة وكاين كبير وراه ما نشوف ولو حتى القانون الليدره في 2014 قانون الليدره بونك المركزي في 2014 تحتحويل أموال العملة الصعبة هذا جريمة في حق الجزائرين أنت السبحي المستطمرين يدوا العملة الصعبة يدوا الخارج وانت نعم يعني لو نعودنا إلى نقطة تحسن مؤشرة أسعار لابدنا لا نخلط لأن الاقتصاد لا يسير هكذا بالكلام فيه عدم نجعل الاقتصاد لأن الاختيارات والسياسات كانت سياسة قصيرة المدى ولكن فيه تجاوزات لكن ما فيش عدم تسير ما فيش عدم تسير تماما ما فيش ظلمية كاملة عندما نقول وين مشاول فيه سياسات مثلا سياسات الدعم كانت سياسات كثيرة تتكلمي على تقليص دعم الحبوب لأن الدعم فيه تبدير الدعم عندما يكون عام ما يكون فيه السبل فالسياسات غير ناجعة عندما السياسات تكون غير ناجعة يبدو الناس أن الأموال تمشيها هكذا ولكن يتتسرب تتكلم على القروض المتعثرة القروض المتعثرة ليس فقط القروض القطاع الخاص القطاع القطاع العام القروض لانساج القروض لانا الاقتصاد ليس متحرك وبالتالي اللي يستثمر دينار عدم تسير عوض ما يجيب دينار ونصف يجيب نصف دينار فنحن أمام مشكلة ناجعة الاقتصاد حتى وإن الإدارة إدارة عينة لكن لا إدارة يجب لا إدارة فلا لا يجب نخلط بين الأشياء أنه في كل الأشياء بؤر لا بنك المركزي عنده حدود البنوك تمشي ببعض القواعد ميش بؤر سرقة في كل أمانة مني لأنه أنا أتابع الاقتصاد منذ ثلاثة سنة باقي أن الاقتصاد لا يدار بحوكمة رشيدة وناجعة لازم هذه الآليات تتغير تتغير ابتداء من سياسة الدعم سياسة الاستثمار سياسة فتح رؤوس الأموال التي تدخل عصرانة القطاع المالي فتح رؤوس مزائر تغيير هذه الملفات الكبيرة يعني ماذا تنتظر الحكومة حتى تقوم بتنفيذ كل هذه الإجراءات لأغراض سياسية لدوس الملفات الإصراحات الكبيرة الثقيلة كانت تؤجل من سنة لسنة تؤجل من سنة لسنة وفعلا فالناس كلهم يقولوا شراء السلم الاجتماعي السلم الاجتماعي شراء السلم الاجتماعي فات حده فالهذا اللي أراكم ركيتشوفي أنه كان يتكلم على الخمس كنا نتكلم على الزي لكن نشوف أنه المواطن الجزائري اليوم أصبح مواطن واحد لكن في نفس الوقت في نفس الوقت لازم الاستثمار نفتح ونرجع للقيمة ما تديش حاجة بدون قيمة ما تديش باطل ما تديش القروض بصفر ما تديش تفتح منافذ الاستثمار الداخلي والخارجي ولكن في نفس الوقت تطهر الاقتصاد الآن الاقتصاد لا سيني سمعتها الاقتصاد فنحن أمام سياسات غير صائبة نعم وليست يعني بؤر سرقة كبيرة على جميع المستويات يعني سيد بن خالفة كانت تحدث على أنه ربما الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لشراء السلم الاجتماعي كان هناك أخر قرار هو استيراد السيارات المستعملة نعود ربما للملف لقبل استيراد السيارات المستعملة ملف تركيب السيارات هناك العديد من ربما الخبراء يطالبون بإعادة النظر في هذا الملف خاصة أنه الفاتورة استيراد الأجزاء ما تزال مرتفعة مرتفعة شوفي لماذا؟ لأنه وش قلنا؟ قلنا العوائق البيئة البيئة الحالية ما فيهاش تنافسية تجيبين تيا ربعة علامات سبعة علامات وطاطيلة ربعة من الناس داروا واش داروا داروا الاحتكار في السوق اليوم تروحين تيا بالأموال تاعك تشيري السيارة ما يبيعها لك يقولك روحي البونك باش تزيدي 30 مليون لهذا هذي اللي يتكلموا عليها قالك عصابة هذي ما يشجد تستطمر اليوم انت يبيع لك سيارة تتبع سيارة في روسيا تتبع بخمسة لف ايرو في الجزائر اربعتاش نالف ايرو ما معنى هذا تدي تسعة لف ايرو زيادة لهذا اي طلبت هذه الحكومة شبه الحكومة اللي راهي كما نقولولها شبه الحكومة اي طلبت باشي عاودوا يراجعوا لأن بنتي بتلتم لاير تلتم لاير دولار راكي لحقتي المواد الغدائية في السيارات واليوم كالسيارات في السوق المشكلة السيارات لاقطع غيرتها هذا المشكلة التنافسية والاستثمار كما قال لك الوزير قال لك الاستثمار ومناخ المناخ ما كاش والتسيير التسيير العقلاني ننحو اليوم السياسي والعصابة ما كاشها اليوم تروحي التسيير العقلاني وترشيد نفاقات على الدولة باش نقدروا نشدوه لالفين وثلاثة وعشرين ولكن من نفاذ الواتيرة نصرفو ثمانية وسبعين مليار دولار واندخلوا 35 مليار دولار نعم نعودوا إلى نقطة ايضا مهمة يعني تحدثت على ترشيد النفاقات نتحدثوا دائما نربطوه بآلية تمويل غيرتقليدي كان يعني برك المركزي كان أصدر تقرير تبرأ فيه من هذه الآلية وأشار أنه ربما كان قرار سياسي متسرع بالنظر ربما لانعكاساته على التذقم على أيضا خفاظ قيمة الدينار اليوم برأيك سيد بخالفة أنه الجزائر ستتمسك بهذه الآلية رغم مخاطرها وعواق بها أبدا لا يمكن وصلنا إلى الحد ستة ألاف مليار دينار لكن هذا ثاني اختيار غير صائب لأنه في 2015 رغم أن البيترول كان في ترانس دولار ترانس دولار كنا نقول أن الميزانية لا يجب أن تزيد عن ستة ألاف مليار الآن رأي في ثمان ألاف وخمسمائة مليار فكان اختيار من الاختيارات ثمان ألاف وطبعه ستة ألف وخمسمائة يعني ألاف فرمع بش ثمان ألاف وخمسمائة المداخل ستة ألاف فبالتالي الفرق هو ألفين ألفين زيادة عن الفروقات اللي كانت فنحن أمام اختيار أنه سنة هذه لا يجب أن نستمر في التمويل غير التقليدي تمويل غير التقليدي وصل إلى حد وإلا التمويل غير التقليدي يزيد كثير الفلوس اللي عدنا تقول لي قيمتها يعني خفار قيمة دينار التمويل غير التقليدي أنا من شغل لقانون مالية عالفين وعشرين إذا بقات الهيئات كما هي من يقدم قانون المالية لألفين وعشرين يعني ربما حتى هذه الألية أثارت سلسلة من الانتقادات حتى البنك العالمي انتقد هذه الألية منذ مدة بادعنا فيها منذ الشهر حتى اليوم اللي دخلت فيها في 2018 وغير القانون بصفة لا تطاق لأنه ما فيها حد ما فيها مدة مدة كبيرة والحد ما داروش هذه من الأشياء الغير صائبة اليوم من الأيام لا بدأ أن تكون فيها مساءلة مساءلة لمن لكن فيها آنيات لا بد أن نحدد منها الآن لا يمكن أن نستمرار فيها سنعود لهذه النقطة سيد بن خالفة نبقى دائما مع تقارير دولية لتهتم بالوضع المالي والاقتصادي للجزائر كنت أشرت في ذات السياق أن حتى البنك العالمي انتقد ألية تمويل غير التقليدي وشاف أنه ربما الحل في الاستدانة الخارجية هل يمكن أن الجزائر في المستقبل القريب أنها تلجأ إلى الاستدانة الخارجية لربما تعويض لو الجزائر ما تروحش بترشيد نفاقات رح نروح إلى الاستدانة 2023 لا مفر من الاستدانة والاستدانة مش عيب إحنا لو كان استدنا دمنا استدانة في 80 كنا نخدم المترو في 80 مليار دولار كنا اليوم وكان عوضنا اليوم أنا خليناه اليوم بمئة مليار وما كمناش استدانة مش عيب لكن وراه العيب في التسيير بترشيد نفاقات حقا تشوفي طبعه 6500 مليار مايو عادل 60 مليار دولار اليوم المديونية تعالجزائر في سنة الماضية كانت المديونية الداخلية تمتل 8% اليوم أصبح تمتل 40% من الناتج الإجمالي نعم أين ذهبت هذه الأموال ذهبت لتمويل عجز الميزانية ماشي إلا لاستثمار المشكلة التي كنا نتكلم عنها لو ذهبت لاستثمار اليوم عندك عائدات 80% من هذه الأموال راح تلبونوك والبونوك مدتها قرود شبه قرود واليوم المشكلة وما تروح عندك مديونية داخلية كبيرة 40% والمعايير الدولية يقولك ما لازمش الجوزي 5% نحن رانا في 40% راح اليوم العملة تاعك وشكا حي تقول لها العملة راح تنهار العملة الجزائرية لهذا لازم تدخل سريع وامتصاص نصيبوا حلول نصيبوا حلول نقدروا نديروا نروحوا لتحصيل ضرائب نغيروا لازم من الحكومة الرئيس الجديد اللي راح يجي بعد الانتخابات القادمة ما نشعر فيه يعني ما تقترح ربما حلول هذه الحكومة ما تقدرش تمد الحلول هذا مستحيل لازم اليوم تعاودي تروحي حلول أخرى بعد الاخر باش تمتصي هاد الكتلة الكبيرة طبعا نقود يعني كنظرة اقتصادية يعني بسيطتك أيضا خبير ربما الحلول اللي تقترحوها هنتم أيضا كخبراء اقتصاديين ربما دائما نعودوا الى نقطة لوضع حد لتأكل كان حلول موجودة نعم انت يا لو كان ما نخل استثمار تحلي الاستثمار تحلي مباشرة الاستثمار تنحي البيروقراطية تنحي الرشوة تنحي هاد البنوك المالية تعاودي تطوري النظام المالي والنظام الجبائي اللي هربقى على الناس عندك خمسين مليار دولار في الآخر في السوق الغير موازي تقدري تمتصي لكن لازم العوائق اللي تكلمن عليهم كانت ناشعائق لازم تدخليهم مباشرة وتغيري النظام هذا اللي راه ودرك ما تخليش الناس يجي استثمر يقولوا ما تستثمر يجي يدير منها عنده غير العوائق كيفاش تحبيتي بلي الدولة الجزائرية يكون عندها كما يقولك المعادلة اليوم المعادلة راي فيه نازيف تعال عملة الصعبة ما عندناش الحل المعادلة ما زال ما صبناش المعادلة باش نصيبوها نعاودوا نحيو هاد العوائق الكبيرة هي طناش عائق تكلموا عليهم قاعد الخبارة وقاعد الجامعات تكلموا عليهم وجودين لكن هاد الحكومة محبش طبقهم كما قال لك كل سنة تقولك سنة المقبلة سنة المقبلة راي نجزنا خمس سنوات النظام الاقتصادي اللي تكلموا عليه في 2015 اليوم لازم هادوك الناس يحسبوه ورا هاد النظام نظام ليه كل احتياط الصرف ليك لقى احتياط الصرف انتي كل سنة عندك تاكلي خمسة وعشرين مليار دولار محتياط الصرف والعجز الاخر وراهم الاموال هادو نعم نعم تساؤلات عديدة تطرح اين هي الاموال هناك ايضا سؤال بالنظر ربما للمطاية الاقتصادية هل ستفلس الجزائر في غضون السنتين المقبلتين كان هناك تسارع في تأكل حديث افلس لا لانه 40 مليار كان البلدان اللي عندهم 100 مليار 100% من البيبي ولكن الاقتصاد التهم يتحرك لانه كما كان يقول الدين موش مرض في حال ذاته كفاءة استرداد الدين هي اللي مشكلة اذا كانت يجيبي مليار وانت عندك كفاءة الاسترداد الا انت عميات مليون لا يمكن وابتالي الان نحن في مفترق طرق صعب اه اه اطلاق ما تقول انت الحلو اطلاق اللي بده انه الان بالاليات اللي موجودة لابده ان لا ننزل مستوى اداء الاقتصاد نحافظ بجميع الطرق على ما عندنا من انتخارات وثانيا لابده انه هذا المحلو اللي كانت لابده انتها توجد اللي تكلمت عليها اللي هي متوسطة المدى وهيكلية صعبة لكن تخرجنا من المأزق اللي فيه لابده ان تكون اه في اطار مؤسسات شرعية نحن لسنا في اطار مؤسسات دستورية القرارات يا قرارات الصريف فوصلنا للمستوى هذا وضيعنا ثلاث شعور لانه من جويلها من فيفريا ونحن وهكذا كل الآن الزمن ره ضدنا اذا كان استمرنا حتى اخر سنة قانون المالية 2020 والله ما عرف كيف يشرح يكون وخصوصا ان المداخيل الجديدة عندما تأتي كان يتكلم على الاستثمار الاستثمار الداخلي والاستثمار الخارجي الاستثمار جبان يخاف من إذا كان وصلنا لاخر سنة بدون انتخابات وفي هذا الجو مش فقط الاموال ما تدخلش حتى الاموال داخل البلد تخرج في ذلك الوقت نبدو ننطلق الى حفة الطريق مناشو حفة الطريق فننطلق الى حفة الطريق فنحن الآن في مفترق طرق قلت لك في بيئة لم نعيشها في الماضي احنا تخوفين كثير رأينا سترس كبير الناس اللي يعرفوا الاقتصاد يا إما نمشي ونمشي للحلول الجذرية اللي يلابد تضر شوية في المادة المتوسط لكن تفتح الباب تعالى مستقبلا نعم يا نبقى في عدم الثقة عدم وتمشي يعني حسب تقديراتك الاحتمال المرشح اكتر والله الاحتمال المرشح اكتر انا بصراحة كمواطنة ولكن كراجل دولة اعتبر ان الحكومة الحالية حتى انها تصرف الاموال كان من مفتراتها تأخذ مبادرات اكتر يتأخذ مبادرات في هكذا متشتتة ومبادرات الكبيرة لا تأخذها فالحل التوافقي السياسي لازم نمشي به الانتخابات لازم نمشي به لكن قبل اخر سنة نرجع الى مؤسسة مؤسسة رئاسية منتخبة وإلى المؤسسات تبدأ اذا كان لا قدر الله فلت مننا السنة هذه وتخلنا سنة 2020 بهذا ولو انه الحراك ما زال بهذا العدم اليقين والثقة نازلة يمكن لـ 2020 انها تكون اسوأ من سنوات العشناعة نعم ننتمنى غير ذلك نتفأل خيرا سيد بن خالفة شكرا لك سيد عبد الرحمن بن خالفة وزير المالية السابق وشكرا لك أيضا سيد نبيل جمعة الخبير الاقتصادي شكرا لكم مشاهدين والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة